أعلنت وزارة الخارجية أنه استمرارا لجهود الدولة في تنفيذ خطط إجلاء المواطنين المصريين في السودان تم اليوم إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية وأضافت الخارجية بأن السفارة المصرية في الخرطوم والقنصليات المصرية في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفة يواصلون جهودهم على مدار الساعة في عملية إجلاء المواطنين حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطنا ويواصل معبر أرقي استقباله للعائدين في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة من أجل تسريع دخول المتواجدين في المعبر وقدمت الدولة كافة الخدمات الطبية والإنسانية لكل المتواجدين في ظل توافد عدد كبير من الجنسيات المختلفة على المعبر حيث تم مضاعفة الأطقم الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للقادمين من السودان اشتركوا في القناة